بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنعمل محشي أنا عملته قبل كده بس أنا حبيت أن أعمله تاني بطريقة أفضل بعد ما سلقنا ورق القرن وقطعنا العيدان خليت الورق سليمة زي ما هي أنا بحب لما بجي بيبقى في ساعات في ورق مسلوق جيادة وساعات ورق بيبقى نص نص بفصل الاتنين عشان بخلي في القاعة الحلة الورق اللي بيبقى جامد شوية أما اللي مستوي قوي بخليه من فوق ده السبب اللي أنا مجزئي بالطريقة دي في أعر الحلة حطيت العيدان فردت الورقة اللي أنا ححشيها ولفتها بالطريقة دي أنا بلكده كنت بلف كمية كبيرة من الرز مع الورقة كلها لأ أنا هنا بنت عمي وأختي يعني لفتوا نظري للحتة دي إن الصباح ما يبقاش مليان رز دي كده في ناس بش بتحبي كده فعملت بالطريقة دي حطيت كمية مناسبة قليل من الرز مع قليل من الورقة لفت لفة واحدة أو لفتين وبعدين قطعت بالسكينة وبعدين جزقتها كده حسب الطول اللي أنت عايزة أنا هنا عملتها على ثلاث وحدات وبعد لما بقطعها كده بمسكها كده ألفها وأعصرها بحيث إن لما أجي أرصها ما يبقاش فيه بقايا رز عشان بش بتبقى لذيذة يعني أحاول بقدر الإمكان ما يبقاش فيه رز خارج اللفة أو الملفوف نفسه العصرة دي بتبقى مهمة بتخلي يعني الهوى اللي كان فيه هوى جوه ما يبقاش فيه هوى أوكي وبعدين بتروسيها بقى الطريقتك أيا كان بيتحط جنب بعض كده وخلاص لغاية لما تخلصي الكمية في ملحوظة برضو عايزة أقول هالك إن الورقة بتبقى فيها تأسيمات كده بالطول أو بالعرض إن شو بتلفي ما تلفيش عكسها يعني خليك في نفس الاتجاه ريجة أو بتبقى لازم تلفي في نفس الاتجاه عشان تبقى سهلة معاك يعني لقيت الطول كده بالطول تلفي بنفس الاتجاه عشان لو خدت العكس الاتجاه المعاكس هتبقى صعبة جدا وحتبقى منفوخة كده هيبقى فيها هوا مش هتبقى سهلة معاك في اللف وحتى شكلها مش هيبقى سيمبل يعني شكلها هيبقى مش لذيذ يعني فدي طريقة عايزة تلفيها بقى بأي أن كان طبعا أنا حسب الورقة حسب حجم الورقة اللي معايا بتستخدمي الروز دي يعني حسب الورقة اللي معاك وحسب ورغبتك عايزة تزودي الرز شوية عايزة تزودي عدد اللفات شوية أنا بحب أنا حبيت الشكل ده فعملت الحلة كلها بنفس الطريقة وقبل لما بقطع بالسكينة باخد كده بمسك بإيدي كده الملفوف واضغط ضغطة بسيطة قبل ما قطع بالسكينة بحيث أن الرز ما يبقاش في الطرف وبرص عادي زي ما عملنا عايزة ترصي في الطبق وبعدين ترصي في الحلة براحتك عايزة تحطي مباشرة على طول في الحلة برضو براحتك بعد اللي ما بتخلصي اللف خالص كله بتحاولي بقى تعملي تكون النورة مثلا على الشربة اللي أحمد سلقيت أو الفراخ أيا كانت أو بتضيفي ميا حسب رغبتك برضو بس لازم تضيفي سخنة الشربة تكون سخنة المرأة تكون سخنة أو الميا اللي أنت عايزة تضيفيها تكون برضو سخنة بتضيفي الكمية المناسبة يعني دايما زي ما بتيجي تعمل الرز كده يعني ما تخليش الميا أو الشربة أو المرأة تعلو عن الملفوف لازم يكون أقل شوية بسنتي اتنين سنتي ما يبقاش كتير عشان المحشي ما يبقاش معجن معاكي حطي كمية الميا أو السائل اللي أنت حض فيه تكون مناسبة لحجم لكمية المحشي اللي أنت حشتيها أنا هنا عملت بطريقة تانية لو أنت عايزة تقطع الورق صغير طبعا أنا بستخدم الورق كبير بس فيه ساعة بتلاقي فيه ورق معاك صغير أو الورقة دي اتجاهها مختلف بتحب أني أنت تحشيها على إيدك كده مثلا براحتك حسب ما أنت مرتاحة أو حسب ما أنت متعودة أو أنا جبتلك أكتر من طريقة وانت اختاري الطريقة اللي أنت بترتاح لها أو اللي أنت مرتاح لها طبعا أنا كل ده بكلم للناس المبتدئات لكن كل أنا عارف كل الستات طبعا شاطرة وبتعمل أحسن مني يعني بس الحصة دي أو الدرس ده للمبتدئات هنا طبعا حطيته على النار وضفت عليها المرأة ولازم تغلقي الحلة جيدا عشان البخار عشان الجزء العلوي من المحشي يكون مستوي فلازم يكون البخار مكتوم داخل التنجرة داخل الحلة وبألفة هنا وشفا أتمنى الحلقة تعجبكم ما تنسوش اللايك والشير للأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم طيبين سلام اشتركوا في القناة